بس ايه في نقطة انا بس عشان الكلام ما يتفهمش ان انا باقصو على 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 صراحة لان ليه الامانة عارف ان هو لعيب عنده امكانات كويسة سواء السؤال فين بقى راحت فين بقى بيضايع كرات خد بالك دايما في تحليلك وافتكر وفي تحليل تامر وعز اللعيب الصغير لو جاب لجون الماتش اللي فات وجيه ضيع الانفراد عادي مش انت مش مطلوب مش مطلوب منك حاجة يعني بس ما تكون صلاح محسن وده بحي في كل فلوس كتير جدا وبعد كزا موسم رحت ورجعت وعارة وبتاع لأ انت لازم تتبح لما تتحطوا قدامك جول تجيب جول خلاص خلصت مش يعني ما تسميش فانا برضو مستغر ايه اللي حصل لصلاح يعني هل في حاجة انا بشوف بشوفها سمات شخصية يعني هو فنيا صلاح عنده كرة وعلى فكرة الكرة بتديله لقطات يبني عليها بس هو ما بيبنيش يعني لقطات مطش اللي ازامك اتنين اتنين نزل كباديل واحرز هدف غالي جدا بس هو ما بناش رجع تاني وارد في معالقالي انا افتكر ان هو احرز هدف الفوز في ورات ايكسل ودية تقريبا واحرز الهدف الفوز واحد صفر لا وفي ورات سان داونز لو تفتكر هنا في مصر مع موسيماني هو احرز الهدف التاني ما بناش عليها انا بشوف ان هي مشكلة صلاح مش فناء لا فكرة فناء ايه امكانيات هو عنده امكانيات هو سريع وبيسدد بيلعب اتناول كويس رغم ان طوله مش كبير الجنب عنده عالي لا امهارته كويس التيمج عنده عالي اهو لعيب كويس لا 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 لعيب يعني اما تيجي تقول لا يعني توصفه لعيب حد في كل شيء بالظبط واصل لحاجات كبيرة في الكورة ضيف عليها السن وقت ما تم شراءه فيبقى فعلا يعني انا لو هدفع هو طبعا الرقم كان مبالغ فيه وقتها بس في الاخر انا لو هختار لعيب احط فيه المواصفات اي نادي كبير بيحطها في برا عشان يشتري صفقة سنه صغير وعنده امكانياته لعيب في المنتخب الفئة السنية بتاعته فدي كانت موجودة في صلاح محسنين انا بشوف ان التحول هو التحول المعتاد لأي لعيب يروح اهل زماني